إنني أعرض بضاعة مثلما هناك سوق للأقمشة وسوق للأسماك وسوق للسيارات وهكذا هناك سوق للعقائد الفضائيات سوق للعقائد الإنترنت سوق للعقائد المكتبات بكتبها المطبوعة سوق للعقائد هذا هو سوق للعقائد بين أيديكم تجولوا في هذا السوق قارنوا بين البضائع بالنتيجة حينما تشترون بضائعكم وتذهبون إلى الكاشر إلى المحاسب الذي يحاسبكم أنتم الذين ستدفعون وتدفعون قيمة ما اخترتموه بأنفسكم أنتم الذين ستحاسبون قفوهم إنهم مسؤولون لن تستطيعوا أن تتجاوز بوابة الكاشير لا بد أن تحاسبوا عند المحاسب البائعي الذي يأخذ الأموال منكم ويعطيكم وصل قبض بما دفعتم من الأموال ومن أن البضائع صارت بضائع لكم لكن الدفع سيكون على أساس ما اخترتم من البضائع اخترتم بضائع جيدة فإن القيمة ستكون مناسبة للبضائع الجيدة اخترتم بضائع رديئة فإن القيمة ستكون مناسبة للبضائع الرديئة فهذه سوق العقائد قارنوا فيما بينها ودققوا النظر فيها